افتتحت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية مراكز التسجيل والنشر والاعتراض تحضيرا للانتخابات المحلية لليوم الرابع على التوالي وبدأ الفلسطينيون عملية التسجيل لكترونيا عبر مراكز التسجيل بعد تأجيل دام لأشهر افتتحت مراكز التسجيل والنشر والاعتراض تحضيرا للانتخابات المحلية في الضفة الغربية تكريس للانقسام وتعميق له هذا هو رأي كثير من الفلسطينيين في أبعاد قرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة محكمة قضايا الانتخابات شكل إنشاؤها رفضا من قبل حركة حماس وترى الأخيرة أن محكمة البدايات وفقا لقانون الانتخابات عام 2005 هي الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات البلدية الاعتراض الأصل أن تشكل هذه المحكمة موفق إجماع فلسطيني لأن الحال الفلسطيني اليوم في ظل غياب المجلس تشريعي هي حالة ليست خلاف قانوني حالة توافق وحالة إجماع فلسطيني مجرد أن يتم تشكيلها من طرف سياسي واحد لتلبي احتياجات وفقط للاستقواء بها لتمرير قضايا محسوبة على طرف فلسطيني محدد هذا هو المرفوض وقد أنشئت المحكمة لتسيير الانتخابات بعد تعثرها العام الماضي نحن في مرحلة تسجيل الناخبين وفي قضاء غزة أيضا مرتفعة وبالتالي نحن نحدث بيانات الناخبين نصحح بياناتهم بناء طلبهم ومن المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الثالث عشر من ما يؤير المقبل رغم أن الانتخابات محلية وذات طابعا خدمي واضح إلا أنها في الحالة الفلسطينية تحمل بثقل السياسة وأعبائها بدءا بإجرائها وصولا إلى التعوين على نتائجها في منح شرعية جماهيرية لهذا الفصيل أو ذاك يرى العملة التلفزيون العربية رام الله